اشتركوا في القناة اما بخصوص ابرز اخبار الكان فقد اختتم المنتخب الوطني المغربي تداريبه عشية يوم امس بملعب حراس الحدود الذي لا يبعد عن مكان اقامته كثيرا استعداد لمواجهة المنتخب الجورب افريقي اليوم برسم مباريات الجولة الاخيرة من المجموعة الرابعة للنهائية كأس افريقيا وشهدت الحصة المذكورة حضور جميع لاعب المنتخب المغربي المتواجدون في قائمة الاسود بما فيهم نورتين امرابط الذي تعرض للاصابة امام الكودفوار وخالد بطيب الذي غاب عن المواجهة ذاتها حيث خاض التداريب انفرادية على ان يحسم الطاقم التقني والطيب الفريق مشاركتهم اليوم حسب جاهزيتهم ومن جهة اخرى اكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان الاسود لديهم من الامكانيات للذهاب بائدا في هذه المنافسة الافريقية مؤكدا ان الجامعة تحاول توفير كل الامكانيات للمنتخب المغربي وذلك من اجل المساهمة في التحقيق البطولة الافريقية واسعاد الجماهير المغربية وحقق منتخب مضغشقر مفاجأة كبيرة بالتأهل لدور الثمن من بطولة امم افريقيا بعد تغلبه على المنتخب النجيري بهدف دون رد وصدرته للمجموعة الثانية برسيد سبع نقاط في اول ظهر له بالبطولة الافريقية في حين تمكن المنتخب المصري من تحقيق انجاز غير مسبق في تاريخه وذلك بعد الفوز على اغندا بهدفين دون رد لحساب الجولة الثانية والاخيرة من دور المجموعات حيث بهذا الانتصار صعد متخب مصر متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بواب شباك نظيفة لأول مرة في تاريخه وكشف مصدر مطلع ان الاتحاد المصري برئاسة هاني ابو ريذا يتزم رفع قيمة مكافأة الفوز ببطولة الكان لتشجيع اللاعبين على اقتناس اللقب دون الكشف عن القيمة المالية مشاهدنا نكتفي بهذا القدر ونلقاكم يوم غد في امن الله